بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يطولها شيء وبعظمتك التي ملت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبعزمتك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أعضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام وكل خطيئتين أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكره وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقتها وأرزل بك عند الشدائد حاجتها وعظم فيما عندك رغبتك اللهم أعظم السلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وشرت قدرتها ولا يمكن الفرار من حكومته من حكومته اللهم لا يجد لذنوب غافرا ولا لقبائحي عسى أترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وظلمت ظلمت نفسي ظلمت نفسي نفسي وتجرأت بجهلي وسكرت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلتها وكم من عذار وقيتها وكم من مكروه دفعت دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم يعظم بلاء بلاء وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي معد آمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتي ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وعساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شرواتي وغفلتي وكن اللهم بعزة كليم في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع العمور أطلقا إلهي وربي وربي ما لي غيرك أسألك كشف ضري الله والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض وامري فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما معكسرا مستقلا مستغفرا مستغفرا منيبا مكررا مذعنا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع نتوجه إليه في أمره غير قبولك عذري وإدخالك إيايا في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري ورحم ورحم شدة طري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف مدني ورقة ورقة جلدي ورقة عظمي يا من بدى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لبتدعي كرميك وسالفي بركبي يا علاقي وسيدني وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما القوى عليه قلبي قلبي من معرفتك ولنجبه لساني من ذكري واعتقده ضميري من حبك وبعد صدقات رافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتك أو تباعد من أذنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شاري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسل نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمير حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى ألطان تعمدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضافي عن قليلين من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكارم على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكذه يسير بقاءه قصير مدته مدته فكيف احتماله لبلاء الأخرى وجليل وقوع المكارم فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من ماضي جوابك لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلا إن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجعي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقان لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل غاضجيج الأعملين ولا أصرخن إليك صراخ المستسرخين ولا أبكي أن عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كون يا وليا المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياف المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمد تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها به خالفته وذا قطى معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ذجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتغسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيها ما ذلك الظن بيك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانه فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلاد معالدي لجعلت النار كلها بردان وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس يجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثلاؤك قلت مرتدها وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها وأنت أبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيحين أسأرته وكل جهلين عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئتنا مرتب إثباتي الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت آنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستروه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيته يا عليماً بضر ومسكنتي يا خبيراً بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وإسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معموراً وبخدمتك موصولاً وأعمالي عندك مطهولاً حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ورداً واحداً وحالي في خدمتك سرمداً يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكرت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي قوّ على خدمتك جوارحي وأشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بخدمته حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاغ إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو والمخلصين وأخافك مخافة المقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرين ومن كعدني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيب من عندك وأقربهم منزلتان منه وأخصهم زلفتان لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك واجد لي بجوده واطف علي بمجده واحفظني برحمته واجعل لزعني بذكرك لنجاة وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن جابته وقل لي عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قليت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعاي وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعاي وبلغني منعاي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعة رضاء يا سريعة رضاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فحال لما تشاء رضاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم ارحم الرعيس مال الرجاء وسلاح ه البكاء يا سافر الدعاء يا دافع النقام يا نور يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعنى صل على محمد وآله محمد وفعل بي ما تألق وصلى الله على رسوله والأئمة المياه من آله وسلم تسريما كثيرا وووووووووووو